إلى قبة البرلمان شد الرحال جميعهم تنافسا نحو الخدمة وتعويض ما فات العراق حديث لا يكاد يفارق برامج جميع المرشحين إن لم يكن جلهم لكن خيبة الأمل بهذا التعويض بدت واضحة على الشارع الوسطية سيما بعد إعادة تدوير أغلب الوجوه القديمة وترشحها لدورة برلمانية ثانية أو ثالثة بعد الإعلان عن أرقام المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات ودوائرهم الانتخابية لاحظت أن الغالبية العظمى من المرشحين هم نسخ طبق الأصل من الدورة السابقة الدورة السابقة أثبتت فشلها يعني فشلها على كل الصعود الصحية الأمنية الاقتصادية السياسية يعني العجيب والغريب أن هذه الوجوه لا تستحي لو كانت تستحي لا أبعدت وابتعدت عن الموضوع لكونها فشلت في إدارة دفة الحكوم نحن اليوم سمعنا أنه عدد المرشحين كذا رقم مصل ولاحظنا ولو هي مو مفاجئة أنه بدت المرشحين أغلبهم كانوا مرشحين سابقين لأجل خطوة أنه يوصل البرلمان طيب البرلمان هنا موجه هل هي لفائدة الحكومة لفائدة الشعب لا يعتقد المرشح أنه هو رايح لأجل هبرة أو لحمة لأجل أنه يشبع أخي المرشح خلي يكون شبعان حتى وإن جعت تاكل بنفسه قبل أن تاكل بالشعب لأن شعب مظلوم شعب مجروح خلي يعرف الشعب أنه هذا الناخب الذي يروح لأجل أنه يروح على أكتاف آلاف الشهداء وعلى ما يبدو فأن الخشية من تكرار وجوهن لم تقدم على تغيير شيء من واقع المحافظة المؤلمة ليس الهاجس الوحيد فالتلاعب بالنتائج أو حسمها سلفا أمرا بات يؤرق المواطنين والمرشحين المستقليين على حد سوى العراقي في جميع المحافظات يرى أن هذه الانتخابات محسومة مسبقا لأسباب واردة منها عزوف كثرة المواطنين على المشاركة بالانتخابات لسبب الفترة السابقة لن يحصل المواطن على أبسط حقوقه من خدمات من كثرة البطالة هذا الجانب الجانب الآخر المواطن يختار شخصية والنتائج شخصية أخرى وبحسب الأرقام التي أعلنت من قبل مفوضية الانتخابات وقوام المرشحين في وسط والتي قسمت إلى ثلاثة دوائر انتخابية فأن أكثر من نصف مرشحي الدورة البرلمانية العانية فضلا عن برلمانيين السابقين ينون خوض التجربة الانتخابية الجديدة من مدينة الكوت علي محمد قناة دجل اشتركوا في القناة